أهداف التعليم في المملكة العربية السعودية الأهداف العامة للتربية والتعليم المرتبطة بتنمية الجانب العقلي اليماني في الشخصيات التلاميذ وتتعلق بتنمية الجانب الخلقي للطلبة تنمية المواطنة تنمية الجانب العقلي في الشخصية بقوانب الصحة النفسية بالتربية من أقل العمل والإنتاج بالعناع بذوي الاحتياجات الخاصة تنمية التفاعل الإيجابي مع الحضارات الأخرى أهداف التعليم الابتدائي وهي القاعدة التي يرتكز عليها إعداد الطلاب للمراحل التالية من حياتهم وهي مرحلة عامة تشمل أبناء الأم جميعا وتزودهم بالأساسيات من العقيدة الصحيحة والاتجاهات السليمية والخبرات والمعلومات والمهارات توقض أهداف فرعية حوالي تسعة أهداف فرعية أنصح أبناء الطلباء العودة إلى الكتاب المقرر وقرأتها مرة واحدة وهي موجودة في صعد 147 لكن نكتفي هنا بالإشارة إلى المرتقز الأساسي لأهداف التعليم الابتدائي أهداف المرحلة المتوسطة المرحلة المتوسطة مرحلة ثقافية عامة غايتها تربية إسلامية شاملة لعقيدته وعقله وقسمه وخلوقه يراعى فيها نمو وخصائص الطور الذي يمر به المتعلم وهي تشارك غيرها من المراحل التعليمية في تحقيق الأهداف العامة من التعليم وهناك أهداف تفصيلية أكثر من حوالي عشر أهداف أرجو من أبناء الطلباء العودة إلى هذه الأهداف وقراءتها مرة واحدة لكن هنا سنهتم بشكل أساسي بالغاية الأساسية من أهداف أو المرتقز الأساسي لأهداف التعليم المتوسط هذه الأهداف التفصيلية موجودة في إصاد 148 الأهداف التعليم الثانوي للمرحلة الثانوية طبيعتها الخاصة من حيث سن الطالب وخصائص المهم فيها من المعروف أنه خصائص الطلبة في المرحلة الثانوية هم في مرحلة المراحقة المتأخرة من سن 15 إلى 18 سنة وهي تستدعي ألوانا من التوقيه والإعداد وتضم فروعا مختلفة من التخصص أدبي وعلمي وهي تشارك بقية المراحل التعليمية في تحقيق الأهداف العامة للتربية والتعليم ويوجد 12 هدف مفصلة تفصيلا واسعا أرجو من أبناء الطلاب العودة إلى الكتاب المقرر صاد 148 وصاد 149 للتعرف على التفاصيل هذه الأهداف